مع قرب انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد للعراق لا تزال الكتل السياسية في محاولات مستمرة لعلها تنجح في تقديم مرشح مقبول سياسيا وشعبيا وإقليميا ودوليا المعادلة الرباعية تميل كفتها لصالح الشارع حتى الآن البرلمان والكتل السياسية لديها المسؤولية الأكبر وهي جزء أساسي من الحل ولا يوجد لدينا حل سوى البرلمان وبالتالي هناك شخصيات يتم تداولها نعم وإن لم يتم الإعلان عنها حتى لا تتعرض إلى هجم إعلامية باعتبار أن هناك جهات تريد أن يكون هناك فراغ دستوري ساسة العراق وقياداته الفاعلة أمام اختبار حقيقي هذه المرة لتوحيد الصفوف وكسب الشارع يقول مراقبون لأن المرحلة الحالية هي الأخطر على البلاد وسلمها الأهلي ولسيما أن التحذيرات بنيت على معطيات ملموسة عبر اللعب بأوراق المحظورات وآخرها استهداف منزل الصدر في النجف واستهداف المتظاهرين والترويج لصدام فصائلي في المستقبل أعتقد أن صاحات تظاهر ستحرق ورقة أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء بالتالي ذهب باتجاه الفراغ الدستوري أولا وكذلك تدخل أمامي حسم ملف رئاسة الوزراء قبل الدخول في الفراغ الدستوري قد يكون السبب لتجنيب البلاد تدخلا دوليا أو قد يفتح المجال لأي مشروع مشبوه يبحث عن فرصة للتوغل في المشهد العام للعراق البحث عن شخصية النجاة في العراق هو السبيل الأمثل لإبعاد البلاد عن منزلقات قد لا تحمد عقباها وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الأفريقاء وأصحاب القرار لجمع الشمل وتأليف الحكومة وفق مقتضيات المصلحة العامة ورغبات الشارع محمد الفهد بغداد الميادين اشتركوا في القناة